بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة القدر عبر عنها جل وعلا في كتابه الحكيم فقال بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم الإمام الصادق عليه السلام يسأل يقولون بأن الأرزاق تقسم في ليلة النصف من شعبان فقال الإمام سلام الله عليه لا والله ما ذلك إلا في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان وأحدى وعشرين وثلاث وعشرين ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون من السنة إلى مثلها هذه الليلة الكريمة هذه الليلة العظيمة لها عدة أعمال نذكر الآن في هذه الدقائق المختصرة أعمال ليلة القدر العمل الأول هو غسل ليلة القدر بعد الانتهاء من صلاة المغرب والعشاء يغتسل غسل ليلة القدر فيقول أغتسل غسل ليلة القدر قربة إلى الله تعالى وبعد الانتهاء من غسل ليلة القدر هناك العمل الثاني وهو صلاة ليلة القدر وهذه الصلاة على ركعتين يقرأ في كل ركعة بعد صورة الحمد صورة الإخلاص سبع مرات صورة الإخلاص يعني صورة قل هو الله أحد وبعد الانتهاء من هذه الصلاة يأتي على ذكر سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه وبعد الانتهاء من العمل الثاني وهو صلاة ليلة القدر يأتي إلى العمل الثالث وهو قراءة القرآن وهنا يقرأ صورة العنكبوت وسورة الروم وسورة الدخان وبعد الانتهاء من قراءة هذه الصور العظيمة الكريمة يأتي إلى العمل الرابع ألا وهو دعاء نشر القرآن بين اليدين يفتح القرآن بين يديه ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار وهنا تطلب حاجتك فإنها تقضى وبعد الانتهاء من هذا العمل نأتي إلى العمل الخامس وهو دعاء نشر القرآن على الرأس نضع القرآن الكريم على الرأس فنقول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله بك يا الله بك يا الله هذه الكلمة بك يا الله يرددها عشر مرات وبعد الانتهاء منها يبدأ بمحمد 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 كذلك الأمر عشر مرات ومن بعد ذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل اللهم تعالى فرجه الشريف بعد الانتهاء من هذا العمل وهو العمل الخامس نأتي إلى العمل السادس وهو زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة القدر هناك زيارة خاصة في ليلة القدر وإن لم يستطع فليقرأ زيارة وارث وإن لم يستطع فليقرأ السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وبعد الانتهاء من هذا العمل وهو السادس يأتي إلى العمل السابع وهو دعاء الجوشن الكبير هذا الدعاء الذي نزل به جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد دعاء الجوشن هناك صلاة ماءة ركعة يعني هذه الصلاة تسلى ركعتين ركعتين كصلاة الصبح بدون أذان وبدون إقامة وهي على ركعتين يعني عندنا خمسين صلاة يقابلها مئة ركعة وبعد الانتهاء من هذه الصلاة الاستغفار ماءة مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه يستحب في هذه الليلة الكريمة الاكثار من الاستغفار والاكثار من قراءة سورة القدر والاكثار من قراءة دعاء الفرج ألا وهو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن هذا الدعاء يكرره أكثر من مرة في هذه الليلة المباركة هذه أهم الأعمال في ليلة القدر وكذلك الأمر حتى لا ننسى هناك كما ذكرنا غسل في أول ليلة القدر وعندنا كذلك الأمر غسل في آخر ليلة القدر هذه من مستحبات ليلة القدر وأعمال ليلة القدر هناك كثير من الأدعية موجودة في مفاتيح الجنان تذكر في هذه الليلة الكريمة إخواني أخواتي نسألكم الدعاء في ليلة القدر فإن الله جل وعلا قد فتح جميع أبواب الرحمة والبركة في هذه الليلة العظيمة وقال عنها بأنها ليلة مباركة فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة نسأل الله جل وعلا أن تغفر لنا الذنوب في هذه الليلة وتقدر لنا الأعمار والأرزاق بأحسن ما يكون نسألك يا الله إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته